لا أستطيع أن أرى بدأت رحلتي مع النظارة ولكن هذا الأسبوع قلت علاقتي مع النظارة لازم تنتهي دعنا نعيش التجربة مع بعض هذه التجربة أكيد يفكر فيها أي شخص يلبس نظارة عملية تصحيح النظر إيش هذه العملية وإيش الخطوات اللي حتمر فيها وكيف حيكون إحساسك وقتها فهذا الفيديو نبغى نجاوب على كل هذه الأسئلة ومن نهاية الفيديو مجهزين أشياء رهيبة خلونا مع بعض خطوة بخطوة شكراً شكراً لماذا تود إجراع عملية تصحيح نظر؟ تعبت مع عدسات لا أحب مظلة بالنظارة تعبت من الضارات الخطوة الأولى الفحوصات اللي قبل العملية واللي صراحة ما توقعت أنها تاخذ وقت لكن أحسب حساب ساعتين إلين ما تسوي الفحوصات كاملة وكل هذه الفحوصات عشان يتأكد الدكتور أن العملية مناسبة لك من الضارات لا أستطيع أن أرى لا أستطيع أن أرى موسيقى كل لحظة تشوف فيها صورة العين لا يمكن أنك ما تقول سبحان الخالق موسيقى كل الفحوصات الماضية ما تحس فيها ولا تأثر عليك إلين ما توصل لقطرة توسيع حدقة العين هنا تصير الرؤية مغبشة شوية وهذه القطرة عشان فحص قاع العين موسيقى هناك رقم 8 واحد في جهة الأحمق والثاني في جهة الأخضر ايبا أنا يتحس الرقم الأسود بتاعه أغمق شوية الأحمر طيب الحمد لله عبدالله الأمورنا الحمد لله تمام احنا عملنا الفحوصات كاملة للعين تصوير الخارنية الحمد لله طيب وصمت الخارنية كويس درجات الضعف اللي عندك درجات متوسطة ما هواش قليل قوي ما هواش علي قوي فبالنسبة للفحوصات بتاعتنا ودرجات الضعف ومشاء الله العملية هنسيها لك بسم عملية الفنت وليزي دي عملية بسيطة بتاخد تقريبا من 15 بقية كل عين التم باطل البنج بتخرج في نفس الدين أثناء العملية مفيش أي قلم وبعد العملية برضو مفيش قلم تحس دموع حقا حلعين شوية بسيطة وكل أعراضي تانيوم ان شاء الله تبقى أحسن ان تانيوم تبقى اش اش بايس دكتور احمد دائما فيه كلام كده بين الناس انه بعض دكاترا في العيون يكون أصلا لابس نظارة وما يسووا عملية تصحيح النظر فهي العملية يتقوى في هذه الدرجة او فيه شي يعرفوا الدكاترا الناس ما يعرفوه فبالتالي ما يسووا العملات بنفسهم ومال ايش الهرجاء غير صحيح طبعا المرضى دكاترة عيون كثيرة برضو ما يلبسون نظارات ما تساءلوا طبعا هدول ليش هم هم لبسين نظارات ممكن سووا تصحيح وفعلا فيه دراسة عملت تثبت انه تقريبا 60 او اكتر من 60% من دكاتر العيون خضعوا لتصحيح نظر قبل كده وانت بالنسبة لي كثور؟ وانا من ضمن هدول 60% انا كنت لبس نظارات 25 سنة من الخامسة ابتدائي والحمد لله سويت التصحيح وفتكت من النظارة وندمت كثير بعد ما سويتها انه يعني قلت ليه ما سويتها من اول؟ دكتور سمير متى هو العمر المناسب اللي ابدأ افكر انه والله ممكن سويته صحيح نظارة والافضل عمر بين 19 و 20 بكده نضمن انه اللي بصار حق المريض استقر نمرت النظارة استقر ونسويل العملية لانه قبل كده احتمال لا بأس به انه ما يكون استقرت نمرت النظارة عند المريض فيكون نحنا في هاد الحالة استعجلنا طبعا نفي بعض الحالات في سن 18 بنسويل العملية للناس اللي هم متقدمين للعسكرية والحزة كده بس نحنا عارفين انه الافضل مو 18 بس لانه الاسف اذا ما سونا لهم العملية في هذا السن قد يفقدوا فرص وظيفية عالية لشان كده هذا السن طيب في حد اعلى ما في حد اعلى هذه الميزة في العمليات الناس كتير يفكروا اوه خلاص ان اكبرت عمري 40 سنة ما قدر اسوي العملية هذا كلام غير صحيح يلا هذه الميزة التاريخي اخر مرة البس في هذه الميزة تبدأ العملية باهم قطرة قطرة البنج واهم واكثر كل ما يكررها الدكتور لا تتحرك وخلي عينك مع اللمبة الحمراء وهنا بدأ جهاز الليزر يفصل سطح القرانية وفعلا ووقت العملية ما حسيت بأي ألم اوكي تحس انه في شي ضاغط شويتين لكن مستحيل تحس بألم وفي هذه اللحظة الدكتوري جهز العين لاستقبال الليزر الجهاز زقنص القرانية وعينك ثابته طبعا والان الليزر يضرب خلصت العملية تحسين تحسين موسيقى تحسين بوضع تحسين 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 موسيقى تحسين موسيقى بعد العملية مباشرة الدكتور يتأكد أن كل شيء تمام مورك طيبة يعطيك قطراتك وتفضل على البيت ألف سلام عليك الشعور اللي كنت أحس فيه من بعد العملية لمدة ثمانية ساعات تقريبا كأنه جوة عينة راب أوكي الشعور ما هو مؤلم لكنه كان مزعج الرؤية مغبشة اللمبات توهج أقدر أقول أنه خلال أول ثمانية ساعات كان هذا هو فعلا الشعور بعد ثمانية ساعات لثمانية ساعة تسعين بالمية من هذا الشعور اختفى فهذه اللحظة بعد ثلاثة أيام أقدر أقول أنه كل شيء رجع طبيعي الشيء الوحيد أنه أحس اللمبات توهج شوية والدكتور قال لي أنه هذا الشعور راح يستمر أبو شهر تقريبا ويخف مع الوقت إلى ما يختفي تماما بعد شهر العملية اللي سويتها اسمها الفيمتوليزك في هذه العملية الدكتور يرفع جزء من سطح القرانية يضرب الليزر ويقفل مرة ثانية اللي أقدم منها شوية هي الليزك الفرق بين الليزك والفيمتوليزك أنه في الليزك الدكتور يرفع هذا الجزء بأدام عدنية صغيرة أو بجهاز خاص أما في الفيمتوليزك فيرفعها باستخدام الليزر طبعا ستكون أكثر دقة وأكثر أماني اللي أقدم من الليزك هي الليزر السطحي في عملية الليزر السطحي الدكتور ما يرفع جزء من سطح القرانية لا يحق سطح القرانية بعدين يضرب الليزر من برة فهذه العملية متوقعة أن يكون فيه ألم أطول شوي ممكن يستمر من ثلاثة إلى خمسة أيام والنظر يرجع طبيعي خلال شهر إلى ثلاثة شهور في الليزك والفيمتوليزك النظر يرجع طبيعي من الثاني يوم والآلام حتكون أخف العملية الحديثة والأخيرة هي الفيمتو سمايل والفيمتو سمايل هي عملية خاصة للي عندهم درجات قصر نظر عالية أو سماكة القرانية عندهم أقل من الطبيعي وهذا العملية أصلا م cursed وهذه العملية أصلا ما هي موجودة في كل المراكز مركز إتقاني لسويت عندهم العملية موجود عندهم الفيمتو سمايل وموجود عندهم معظم تخصصات العيون أبغى نوه أن كل العمليات الماضية موجودة إلى الآن وكلها تستعمل إلى الآن وكلها لها نتائجها وكلها لها احتياجاتها فمين اللي قرر العملية؟ انت ولكن بناءً على الخيارات اللي يديكها الدكتور ممكن الدكتور يقولك هذي تنفع لك وهذي تنفع لك وهذي تنفع لك وانت اللي تختار الأفضل بينهم شكراً لمركز إتقان على رعاية هذه التجربة دقة احترافية تعامل أكثر من رائع عطيهم الصحة والعافية وطبعاً ما خرجت من عندهم إلا بعرض يفيدنا جميعاً لكل شخص يبغي يشوف العالم أوضح ويستغني عن النظارة أسمع هذا العرض الشي الأول أي شخص يجي من طرفي له خصن 15% على كل أنواع العمليات الشي الثاني لو سويت العملية عندهم فأي شخص هيجي من طرفك مستقبلاً كل مريض يجي من طرفك هيكون لك 500 ريال فلو سويت العملية بـ 5000 فلو جبت لهم 10 مرضى فأنت كده استرددت قيمة العملية وهذا عرض الاستردد لأول مرة يصير اللي حاب أنه يسوي العملية عند مركز إتقان يراجعهم ويتأكد أن العملية مناسبة له هذه أرقام التواصل وسائل التواصل مع مركز إتقان أبو أختم هذا الفيديو بجملة الدكتور أحمد يقول كل مريض يجي عنده يبي يسوي عملية تصحيح نظر يقول له هذه الكلمتين تصحيح النظر أصلاً تعتبر عملية آمنة جداً فرصة مضاعفات نادرة بسموله كل الناس فقط اللي في أوساطهم كويسة ناسبهم فهدول يمثلوا تقريباً تسعين في المئة من الناس فعشان كده مو كل واحد يعتقد أن التصحيح ينفعله لازم تسوي الفحوصات إذا الفحوصات كويسة تناسبك أنت منضم تسعين في المئة بإذن الله فرصة النجاح عالية جداً مضاعفات نادرة فتتوقع على الله وتستخير طبعاً توقع على الله وتسويها وما تخاف بالعادة الناس بعد العمليات يرمن أبباراتهم ولكن ما يهون عليها والله أنا من الناس اللي احفظ ذكريات صراحة فأن البارة هذي لازم تبقى عارف ما راح تلبسها لكن لازم تبقى